يعطيك من العافية رابع اليوم درسنا بإذن الله تعالى خطة حل المسألة الحل بأكثر من خطوة يعني رح يكون عندنا مسائل لفظية تحتاج لتحليل قبل أن نبدأ بحلها تحتاج لأكثر من خطوة قبل إيجاد الناتج النهائي عند السؤال الأول تعمل سمر مصممة في شركة وتتلقى تسع دنانير عن كل ساعة عمل إضافية إذن إحدى المعطيات اللي عندي تتلقى تسع دنانير عن ساعة العمل الإضافي يعني كل ساعة إضافية بشغلها بتأخذ عليها تسع دنانير إذا كانت تعمل ثلاث ساعات إضافية كل أسبوع إذن بالأسبوع كم ساعة إضافية تعمل إذن تعمل ثلاث ساعات إضافية في الأسبوع طيب يا جابع بإمكاننا إحنا من خلال تحليل السؤال نوجد بعض خطوات الحال كيف يعني؟ يعني هزا أنا ما آجي أحكي لك إنه هي بتشتغل إنه بتشتغل ثلاث ساعات إضافية في الأسبوع طيب الساعة الواحدة بتأخذ عليها تسع دنانير طيب بدي أسألك سؤال ها سهيل عاد بالأسبوع كم بتأخذ مبلغ مادي؟ أحسن ثلاثة ضرب تسعة يوسع أو سبعة وعشرون خلونا نكمل تحليل النص علشان نعرف نوجد الخطوات أكتر شو بيحكي لنا السؤال؟ كم دينار تستحق عن العمل الإضافي في العام الواحد؟ إذن بده المطلوب إيجاد المبلغ الإضافي في العام الواحد بدنا بالسنة كم بتأخذ إضافي؟ هزا أهلا حكينا بين خطوات الحل حكينا خطوة أنا في الساعة الواحد بتأخذ تسعة دنانير طيب الثلاث ساعات اللي بتشتغلهم بالأسبوع كم بتأخذ عليها؟ ثلاثة ضرب تسعة ويساوي سبعة وعشرون دينار إذن هذا المبلغ الإضافي الذي تتلقاه في الأسبوع الواحد سبعة وعشرون دينار طيب هو بده بالسنة طيب أنا في السنة كم أسبوع تقريبا عندي؟ هاي معلومة لإلك إنه واحد عام تقريبا رح يكون لنا اثنان وخمسون أسبوع إذن السنة كم أسبوع تقريبا؟ تقريبا اثنان وخمسون أسبوع طيب أنا مدام صرت بارف إنه السنة تقريبا اثنين وخمسين أسبوع وبالأسبوع الواحد بتاخد سبعة وعشرين دينار إذن أنا شو بدي أوجد الحل الآن؟ بدي أكرر إنه كل سنة سبعة وعشرين دينار بدي أعدل سبعة وعشرين دينار اثنين وخمسين مرة طيب الجمع التكراري حكينا بنقدر نستبدله بإيش؟ رائعين بعملية الضرب بعملية إيش؟ عملية الضرب إذن الآن بدي أضرب لثنين وخمسين أسبوع بسعر الأسبوع الواحد اللي هو سبعة وعشرين دينار الضرب في منزلتين حكينا نبدأ بالأحد رح يضربهم واحد واحد سبعة ضرب اثنان كم يساوي؟ أربعة عشر سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثون زائد واحد ستة وثلاثون حكينا للاثنين الآن خلصنا من السبعة بنا نيجي للمنزل المجاورة لها وهي الاثنان نشطب لي باليد الاثنان قيمتها المنزلية عشرون فأنا بدأضرب بعشرون لكن عشان أختصر علي حكينا شو منا نحط؟ نحط زائد صفر بعدين بضرب الاثنين الآن الاثنين رح تجرع تضربهم واحد واحد اثنان ضرب اثنان أربعة اثنان ضرب خمسة عشرة الآن عملية جمع عشان نعرف كم بتحصل إضافة خلال السنة أربعة زائد صفر أربعة ستة زائد أربعة عشرة ثلاثة زائد صفر ثلاثة زائد واحد أربعة وصفر زائد واحد واحد إذن كم بتأخذ بالسنة على العمل الإضافي ألف وأربعمائة وأربعة دينا إذن من عنوان درسنا كان الحل بأكثر من خطوة أول خطوة إني أوجدت كم بتحصل بالأسبوع ثاني خطوة أوجدت كم بتحصل خلال العام نأخذ سؤال آخر لحتى نتمكن أكثر عند السؤال يستطيع حشام طباعة ثمانية وثمانون كلمة في الدقيقة إذا استغرق في العمل ساعة وربع طبع تقرير ساعة وربع وهو يطبع فيه فكم كلمة في التقرير طب هستلاحظ أن السؤال أنا حكاه لي ثمانية وثمانين كلمة في الدقيقة طب أنا بعرف كم دقيقة اشتغل لا أنا بعرف أن اشتغل ساعة وربع طب مش لازم الساعة وربع أحولهم لدقائق عشان أعرف كم دقيقة اشتغل على التقرير خلونا نحول الواحد ساعة كم دقيقة ستونة دقيقة طب الربع ساعة كم دقيقة خمسة عشرة دقيقة طيب مجموع اللي اشتغلوا بالدقائق كم يساوي خلونا نجمع سفر زائد خمسة خمسة ستة زائد واحد سبعة إذن هو اشتغل في التقرير خمسة وسبعون دقيقة طب إذا في الدقيقة الواحدة طبع ثمانية وثمانين كلمة في الخمسة وسبعين دقيقة كم كلمة؟ رح نكرر الثمانية وثمانين كلمة رح نكررها خمسة وسبعين مرة يعني رح نكي ثمانية وثمانين زائد ثمانية وثمانين زائد ثمانية وثمانين خمسة وسبعون مرة حكينا الجمع التكراري بدل من ضل نجمع بنحط إشارة ضرب إشارة إيش؟ إشارة ضرب إذن 75 دقيقة بل أضربها بالـ 88 8 ضرب 5 يساوي 40 8 ضرب 7 ستة وخمسون وأربعة ستون الثمانية هاي حكينا هي 80 فرح نحض زائد صفر 8 ضرب 5 40 8 ضرب 7 ستة وخمسون وأربعة ستون الآن لنجمع 0 زائد صفر صفر 0 زائد صفر صفر 6 زائد صفر ستة 0 زائد ستة ستة إذن كم كلمة يطبع؟ رح يطبع في التقرير 6600 كلمة إذن حلنا كان من خلال خطوطين أوجدنا عدد ساعات العمل بالدقائق بعدين ضربناهم بمعلومة السؤال إن شاء الله يكون الدرس واضح شكرا لكم